واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة الدكتور وحيد بغدادي أبو دانا يقول أبو بدرسة للدكتور وحيد يوم يقول سامي كان غلط استمراره هل في وقت سامي تغير رئيس النادي ووقف معهم تركيا للشيخ هل من المعقول أن يقارن بينهم فقط ولا يقارن بين الظروف حينها إذا كان دكتور وما يعرف يقيس ويقارن فكيف أخذ شهادتك أنا ما يعرف شهادتك هذي في مشاكل عليها كثير طيب مش غلتك طيب تطلع ماجستيرا تسويق أظن لا دكتورا تسويق دكتورا في التسويق الرياضي مش غلتهم ما يعرف عاد ستقول لهم الجامعة مضروبة والله إيش اللي بتاعات تعليم العالي طالع برنامج خادم خرمين فالإشكالية اليوم أول شي لما يجي يقول لك دعم معالي الرئيس العام تركيا للشيخ حتى لو هو دعم الانديا هو قاعد يلعب معه أنا ما بشوفه بينزو يلعب مع الانديا اللي دعمه في النهاية عطاء اللاعبين هو اللي اختلف التكتيك الفني للمدرب هو اللي اختلف كارينيو موجود حتى من قبل ما يجي تركيا للشيخ يعني من قبل ما يصير في دعم ومن قبل ما يصير في تدخل في الانديا طيب ما الهيئة العام من الرياضة دعمت الهلال والهلال خرج من كاس الملك الدعم مال ودخل فلا إحنا نخلط الدعم المالي بالمستوى الفني أنا أتكلم كارينيو له بصمة واضحة له تأثير واضح الفريق تغير اللاعبين سارع طعطاء رغم أنه كان فيه عناصر موجودة مع الشباب أثناء وجود سام الجابر زي حسن معاذة راح الفيحة وحسن شايفينه متألق مع الفيحة يعني حتى العناصر إذا هو بيتكلم بالمنطق هذا كان فيه عناصر إضافية مع الشباب أفضل مع عناصر اللي هي اليوم فيه سؤال من أيضا على الهاشتاغ عشقي الهلال يقول يا وليد بلغ ضيفك بغدادي طيب ودكتور واحد بغدادي يقول إننا لسنا في دوري حواري حتى يتم تغيير نظام دوري 2008 قبل نهايته بأسبوع لجنة المسابقات ذاك الوقت صرحت إنها قد عممت على الأندية بنظام الدوري قبل بدايته وإدارة نادي الاتحاد وقتها لم تنكر هذا الشيء وحمد الصنيع كان عضو في لجنة المسابقات صحيح وإذا نتذكر صار بلبلة كثيرة وقبلها ومعظم الصحف وكان وقتها طبعا ما كان وسائل التواصل الاجتماعي بالانتشار اليوم صار فيه بلبلة كبيرة وممكن قبل أسبوعين الجولة قبل الأخيرة وكان الاتحاد مرشح يعني خلاص أنهى الدوري لأنه كان فارق الأهداف عالي جدد وحتى بعد نهاية الجولة الأخيرة كان فارق الأهداف لصالح الاتحاد بسهول حق شعرت ياسر أي أوكي والآن أتغير النظام ألغيت النظام فضل عادم الأمين الأمين العالم